ترجمة نانسي قنقر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة التسجيل لدعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا إلكترونيا عبر البوابة الوطنية وقد أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن المؤسسة ستقوم بتلقي طلبات الدعم والمساعدة عبر الخدمة الإلكترونية وستعمل على دراسة جميع الطلبات بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من استفائها الشروط حسب المعايير المطلوبة من جانبه أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن الهيئة حرصت على توظيف التقنيات الحديثة للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس مؤكدا أن الخدمة الجديدة مميزة وستضاف إلى سلسلة الخدمات المتاحة عبر البوابة الوطنية